خرج رجل من داره ليمشي قليلا وفجأة رأى في طريقه بقرة يكاد ينفجر الحليب منها من كثرة خيرها وبركتها وعند رؤية هذا المشهد تذكر هذا الرجل الطيب جاره فقير الحال الذي لديه بقرة ضعيفة وصغيرة لا تنتج الحليب وعنده سبع بنات فأقسم الرجل أن يشتري هذه البقرة ويتصدق بها على جاره قائلا في نفسه قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وبالفعل اشترى البقرة وأخذها إلى بيت جاره فرأى الفرح والسرور على وجهه فشكره الجار كثيرا على معروفه هذا وبعد مرور عدة أشهر جاء الصيف وتشققت الأرض من شدة الجفاف وكان الرجل من البدو يرتحل من مكان إلى مكان بحثا عن الطعام والماء ومن شدة الحر والعطش لجأ الرجل في يوم إلى الدحول وهي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية لها فتحات فوق الأرض ويعرفها البدو جيدا نخلها الرجل وحيدا ووقف أولاده ينتظرونه في الخارج وفجأة ضل الرجل طريقة ولم يستطع الخروج مرة أخرى وبعد انتظار أولاده طويلا أيقنوا أنه مات أولدغه ثعبان أو تاه تحت الأرض وهلك كان أولاده ينتظرون هلاك أبيهم ليقتسموا ماله فيما بينهم فأسرعوا إلى المنزل وأخذوا الميراث ثم فكر أوسطهم وقال لإخوته هل تتذكرون البقرة التي أعطاها أبانا لجارنا إنه لا يستحقها وهي ملك لنا فذهبوا ليأخذوا البقرة فقال الجار لقد أهداها لي أباكم وأنا أستفيد من لبنها أنا وبناتي فقالوا له أعد لنا بقرتنا واخذ هذا الجمل الصغير بدلا عنها وإلا أخذناها بالقوة وحينها لن نعطيك أي شيء بالمقابل فهددهم الرجل قائلا سوف أشكوكم إلى أبيكم فرد الأبناء في صخرية أشك إلى من تشاء فإنه قد مات فزع الرجل وسألهم كيف مات ولا أدري فقالوا له دخل دحلا في الصحراء ولم يخرج منه حتى اليوم فقال الرجل دلوني على طريق هذا الدحل واخذوا بقرتكم ولا أريد منكم شيئا وعندما وصل الرجل إلى مكان الدحل ربط حبلا في وسطه وأوصله إلى خارج الدحل وأوقد نارا ونزل داخل الدحل وأخذ يمشي حتى بدأ يسمع أنينا خافتا فمشى باتجاهه حتى وجد رجلا حيا يتنفس فأخذه وربطه معه إلى خارج الدحل وسقاه حتى دبت الحياة في الرجل من جديد فحمله إلى داره كل هذا وأولاده لا يعلمون شيئا تعجب الجار من أمر الرجل وسأله كيف ظل أسبوعا تحت الأرض حيا ولم يمت فقال الرجل دخلت إلى الدحل ووجدت الماء ولكني ضللت الطريق ولم أستطع العودة فأخذت أشترب من الماء لمدة ثلاثة أيام وقد بلغ مني الجوع مبلغة فاستلقيت على ظهري وسلمت أمري إلى الله عز وجل وإذا بي فجأة أشعر بلبن بارد يتدفق على لساني من إناء عال لا أراه في الظلام وكان هذا الإناء يأتيني ثلاث مرات كل يوم ولكنه انقطع منذ يومين فجأة ولا أعرف سبب انقطاعه فأخبره الرجل عن سبب انقطاعه وهو أن أبناءه جاءوه وأخذوا منه البقرة التي أعطاها له من قبل وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صنائع معروف تقي مصارع السوء ها أنتم هؤلاء تدعون تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم شاب فقير يتمتع بأخلاق كريمة ويتق الله دائما تزوج من فتاة صالحة وبعد زواجه بشهرين كان باقيا على قدوم عيد الأطحى ثلاثة أيام ولم يكن معه أي نقود لشراء متطلبات العيد من طعام فبات ساهرا حزينة لأنه تمنى إسعاد زوجته في أول عيد لهما كزوجين في الصباح ذهب لأمه الأرملة ليطمئن عليها وعندما وجدته حزينا وسألته عن سبب حزنه قص لها ما يمر به فهونت عليه ودعت له بتيسير الأمور ثم أخبرته عن المبلغ القليل التي كانت تحتفظ به بالبريد وأعطته البطاقة ليسحب المبلغ ويأخذه ورغم رفضه إلا أن الأم أصرت فأخذ الابن البطاقة وذهب إلى البريد لصرف المبلغ وعندما حان دوره وبدأت الموظفة في الإجراءات لمح عند قدمه رزمة من المال فوضع قدمه عليها دون أن يراه أحد وبدأت الأفكار الشيطانية تراوده هل يعطيها للموظفة أم يأخذها وجاءت صورة زوجته بين عينيه وسأل نفسه كيف لا أسعدها في هذا العيد وهي لا زالت عروسة ثم مال على حذائه كأنه يربطه وأخذ المبلغ وخرج مسرعا وهو يفكر ماذا يشتري لزوجته وفي هذه اللحظة عاد إليه صوابه وتذكر كيف سيكون حال صاحب المبلغ فاستغفر الله وعاد إلى البريد وأعطى المبلغ لرجل الأمن الذي فرح كثيرا وأخبر الزوج أن المبلغ لشيخ كبير جاء وسأل عنه ودعى بالخير لمن يرده له ذهب الزوج إلى المنزل وحكى لزوجته ما حدث فحمدت الله على إرجاعه المبلغ وقالت له سيعوضنا الله عنه بمال حلال إن شاء الله والمهم هو الصحة وفي الصباح فوجأ الزوج بشقيق زوجته يأتي إليهما مبتسما سعيدا ويحمل كثيرا من الهدايا والفواكه والحلوى ويعطي لأخته مبلغا كبيرا من المال ويقول لها لقد أعطانا عمك ظهر أمس ثمن الأرض التي أخذها من أبينا غصبا وطلب منا أن نسامحه وهذا نصيبك فرحت الزوجة وقالت لزوجها هذه الأرض أخذها عمي بعد وفاة أبي منذ ثلاث سنوات وبعد أن زور أوراقا تثبت أن والدي باع له هذه الأرض ويشاء الله بالأمس أن يتوب عليه ويعود إلى عقله ويرد الحق لأصحابه بعد أن أعدت أنت المبلغ الذي وجدته لأصحابه فالحمد لله وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه ابتسم الزوج وسجد لله شكرا ثم استأذن من شقيق زوجته وأخذ بعض ما أتى به شقيق زوجته وذهب به إلى أمه وأعطاها أيضا المبلغ الذي سحبه من البريد وهنأها بالعيد وقال لها ببركة دعائك أكرمني الله وسترني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا شاب صالح مستقيم وملتزم تزوج من فتاة ميسورة الحال وبعد عام من الزواج رزقهم الله بطفلة جميلة وكانت فألا حسنا لهما حيث تم تعيين الزوج في إحدى الوزارات وكان عمله فاحصا للذهب في المطار ومن خلال هذا العمل كانت تأتيه الفتنة تمشي على أقدامها حيث كانت النساء تعرضن عليه رشاوة مقابل أن يسمح لما يحمله من ذهب بالمرور دون فحص ولكنه كان قوي الإيمان يرفض الحرام حتى معجرته وصديقة زوجته حيث لم يتعاون معها وفضل إرضاء الله دون رضاها ومع مرور الأيام تعرض الزوجان لأزمات مالية وأصبحت الزوجة لا تستطيع التحمل فطلبت من زوجها أن يكون مثل أصدقائه في نفس العمل حيث كان بعضهم يخون الأمانة ويتساهل في عمله مقابل بعض الأموال ولكن الزوجة كان يرفض ويذكر زوجته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار وعندما أحبت أن تقنعه بأن هذا الأمر ليس رشوة وإنما هادية قال لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أن يهدى له وبعد جدال طويل خيرت الزوجة زوجها بين تحسين وضعهم المالي بقبوله هدية مالية كبيرة من جارتها مقابل تهريب كمية من الذهب أو الطلاق فدع الزوج موافقته وحدد اليوم الذي سيكون هو المسؤول فيه بالمطار لإتمام العملية وفي نفس الوقت أبلغ رؤساءه بخطة الجارة وفي الموعد المحدد فوجئ الزوج أن جارته كانت تريد الانتقام منه وقد أبلغت السلطات برشوته وأن الذهب الذي اتفق عليه كان ذهبا مزيفا عاد الزوج وأخبر زوجته بأن صديقتها كانت تريد الانتقام منه ليفصل من عمله ويسجن بفضيحة الرشوة والتي كانت ستحطم مستقبل أبنائهم فيما بعد فحزنت الزوجة حزنا شديدا واستغفرت الله ورضيت بالحياة معه ولو على الكفاف وطلبت منه أن يسامحها عما بدر منها فقال لها الزوج الأرزاق بيد الله ومن يصبر على البلاء ويطعم بيته من مال حلال ربح الدنيا والآخرة وبعد أيام تمت مكافأة الزوج بمكافأة مالية كبيرة ومنصب الأعنى فحمد الله على نعمه التي لا تحصى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ترجمة نانسي قنقر